كل الأمم تحارب لتعزيز مكانة لغتها في العالم إلا اللغة العربية تقف في ساحة الحرب منفردة جملة كانت في السابق حاضرة دوما على ألسنة الأدباء والكتاب الذين يجدون أن أبناء اللغة العربية تخلوا عن لغتهم الأم أما اليوم فلم تعد اللغة العربية وحيدة في ساحة القتال بعد أن سخر الأردن كل إمكانياته للنهوض بواقع اللغة العربية المتراجع أمام اللغات العالمية الأخرى وبدأت قبل نحو عقد من الزمان بالعمل وفق منهجية واضحة لتعزيز المحتوى العربي عبر الفضاء الإلكتروني الأردن تنتج 70% من المحتوى العربي الموجود على الإنترنت وهذا يعني أننا في عنا كثير مواقع أردنية تنتج هذا المحتوى ممكن يكون موقع إلكتروني كبير بيقدم محتوى مثل موقع موضوع ممكن يكون في عنا مدونات المجلات الطبية المجلات العلمية في عنا كثير من مراكز الدراسات وإحنا في عنا مراكز دراسات كثيرة بتحتل بالأردن من التوب فايف بالعالم خلال ذلك العقد وتحديدا منذ عام 2012 بدأ الأردن باعتماد اللغة العربية في العديد من المشاريع الريادية التي تعزز اللغة العربية على شبكات الإنترنت بشكل عام شركة طماطم بتنتج محتوى عربي ذو جودة عالية من خلال إنتاجنا وتعريبنا للألعاب الأجنبية باللغة العربية بشكل عام أي محتوى يتم صدوره بالعربي فهو أصبح محتوى عربي اليوم طماطم هي في الواقع أكبر شركة ألعاب في الوطن العربي من ناحية عدد التحميلات لهذه الألعاب طماطم اليوم عندها أكثر من مئة مليون تحميل لألعابها وأصدرت وأنتجت أكثر من خمسين لعبة مختلفة الآن شركة خربيش بتشتغل بتقديم كثير المحتوى على الشبكة العنكبوتية وإحنا كنا من أوائل الشركات اللي حاولت أنها تطلق أو تنشر اللغة العربية على شبكة الإنترنت وبمجهود شخصي نشأت العديد من الشركات الريادية المعنية بتحويل المحتوى العربي الورقي إلى محتوى إلكتروني مسموعا كان أو مرئيا وتقديمه مجانا عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يقوم باختصار الكتاب اختصارة أولية يسمى ملف الأول طبعا نعود لقراءة هذا الملف الأول ومطابقته مع الكتاب هل يقدم روح الكتاب حقيقة ثم نطلب سياغة هذا الملف الأول إلى ملف ثاني بعد أن ننتقل للمرحلة الأخيرة في المحتوى اللي هو قراءة أخيرة للمادة ثم تتحول إلى قسم الصوت ثم تتحول إلى مادة مسموعة ومقروعة في وجيز أغلبية الشركات اللي اشتغلت معها كانت تثري المحتوى العربي من الأردن يعني إن كان شركات صوتية المحتوى اللي من أدمه وثائقيات لكثير من القنوات العربية المعروفة جداً إن كان ككتب صوتية هلأ على ساحة بالأردن في أكثر من استوديو عم بيشتغلوا بالمجال تحديات جمّة تواجه صانعي المحتوى في الأردن والشركات الريادية المعنية في تعزيز مكانة اللغة العربية وإثرائها على الفضاء الإلكتروني إحنا بالدولة كثير مهم أنه إحنا نشوف قديش بقدروا يدعموا الشركات الناشئة لحتى تكبر ونظلنا موجودين بالأردن المشكلة إنه إحنا في عنا قوانين استثمارية ما بتساعدنا إنه إحنا نظل مقراتنا تكون موجودة بالأردن الدعم المادي جداً ضئيل للشركات اللي مثلنا وهذا بخلينا نطلع لنشوف فرص أخرى خارج الأردن ثلاثة في المئة فقط هو ما تمثله اللغة العربية من المحتوى اللغوي حول العالم وهي نسبة قليلة جداً وفق مختصين بالمقارنة مع عدد الناطقين باللغة العربية الذي يقترب تعدادهم من نصف مليار شخص إلا أن حصة الأردن من تلك النسبة تتجاوز السبعين بالمئة أنا فخورة طبعاً في هذا الإنجاز وفخورة إنه إحنا أردنيين إننا الحصة الأكبر وطبعاً بدعوا كل البلاد العربية إنها تروح لهذا المنحنة وعم بتلاحظ كمان إنه في بلاد عربية تانية برضو صاروا يشجعوا أكتر لإثراء المحتوى العربي ثمانية وعشرون حرفاً مكتوبة يحملون من الفصاحة والمفردات ملايين الكلمات لكن العزاء مع كل هذه الكلمات لا تحظى بمساحة ثلاثة بالمئة فقط من المحتوى العالمي على الإنترنت